ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله المحلية بقيادة أيتا إزدق والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة بمدينة الريش تدخلت على وجه الاستعجال تحت إشراف السلطة الإقليمية لإنقاذ الشخص المعني دون وقوع أي ضرار وكشفت مصادر محلية أن السلطات المعنية توصلت بمعلومات حول وجود شخص عالق بالمغارة سالفة الذكر ليتم التحرك وإنقاذه وتم التعرف على هويته وهو ينحدر من مدينة راشدية ويعاني من اضطرابات نفسية هذا وقد نقل الشخص المعني بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى مستشفى القرب بمدينة الريش حيث استقبله طبيب المستشفى الذي شخص حالته الصحية وقدم له بعض الإسعافات الأولية الضرورية